وزير الخارجية الجزائرية قدر حاجات إفريقيا التمولية لتوفير خدمات البنية التحتية ما بين 130 إلى 170 مليار دولار سنوياً مؤكداً أن ضعف البنية التحتية يؤدي سنوياً إلى تقليل النمو الاقتصادي بنسبة 2% أود أن أشير إلى أحد أهم العوائق التي تواجهها القارة الإفريقية في مجال تطوير البنية التحتية ألا وهو مشكل التمويل فتقديرات الاتحاد الإفريقي تؤكد أن الفجوة المالية لتوفير خدمات البنية التحتية المتميزة في قاراتنا تتراوح بين 130 و 170 مليار دولار أمريكي